الادعاءات بالتحرش والاغتصار طالت كثيرا من الشخصيات الشهيرة مؤخرا كالمنتج الأمريكي السينمائي هارفي واينستين وأيضا بعض نجوم هوليوود الآن الأنظار تتجه إلى اللاعب لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو فهناك شابة أمريكية اسمها كاثرين مايورغا استمدت الشجاعة من حملة مي تو أنا أيضا لتتحدث علنا عن قضية سابقة ضد رونالدو هذا ما قاله أحد محاميها حملة مي تو والنساء اللواتي تحدثنا علنا عن الاعتداءات الجنسية أعطوا كاثرين الشجاعة وساعدوها بشكل كبير على التقدم بهذا البلاغ الشابة تقول إنها ورونالدو التقيا في ملها ليلي في هذا الفندق في لاس فيغاس وبعدها تقول إنه هاجمها في جناحه تشير معلومات إلى أن الشابة في عام 2010 توصلت إلى اتفاق في المحكمة مع رونالدو يقضي بدفع مبلغ 375 ألف دولار مقابل صمتها وعدم فتح القضية علنا لكن إحدى محاميات المدعية تقول إنها ومنذ ذلك الحين وحتى الآن الشابة تعاني من اضطراب نفسي قالت إنه منذ عام 2009 وهي تعاني من الاكتئاب والأفكار البشعة وحتى الانتحار كما تعطت الكحول بكثرة وواجهت صعوبات في الاستمرار في علاقاتها الشخصية أو عمليها تفاصيل القضية ظهرت لأول مرة في مجلة ديرش بيغل الألمانية حيث تحدثت كاثرين عن الحادثة وسردت روايتها للأحداث انظروا إلى هذه الصورة الصغيرة هنا رونالدو وكاثرين وقالت إنهم سيرفعون دعوة ضد ديرش بيغل طبعا رونالدو ومحاموه وفريقه الدفاعي بعد أن نشرت هذه الاتهامات دون سند قانوني أما شرطة لاس فيغاس فقالت في تصريحات لها في ذلك الوقت سجلنا بلاغا الضحية لم تعطي المحققين تفاصيل عن الواقع ومكانها ولم تصف المشتبه به وتكمل الشرطة عدم فتح القضية والمحققون يتابعون التفاصيل التي قدمت مؤخرا تفاعل جمهور رونالدو مع القضية وأيضا ناشطات حقوق المرأة مثلا إيمانويل غرد كريستيانو اللاعب من الطراز الأول ولذا كثيرون يريدون الحصول على المال منه ليس هو فقط بل رجال أغنياء حول العالم يتهمون بأشياء لم يرتكبوها جاز غردت قائلة بسبب حملة ميتو تجد المرأة صوتها وتستمد قوتها للتقدم كونه غنيا لا يعني أنه لا يفعل شيئا من هذا القبيل دعونا ننتظر ونرى الدليل كثرة النساء اللواتي يتحدثن عن التحرش لا يعني أنهن يكذبن أما رونالدو بنفسه فقد لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على هذه الاتهامات فكتب على تويتر وعلى فيسبوك أنفي بشكل قاطع كل الاتهامات التي استهدفت شخصي الاغتصاب جريمة مروعة وخلاف وهو خلاف لكل ما أنا عليه وما أؤمن به بقدر ما أود أن أخلي مسؤوليتي إنني أرفض تغذية المشهد الإعلامي بأشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابي أنتظروا بضمير صاف وبهدوء نتيجة التحقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر